بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم النهاردة نتكلم عن مشكلة النمش والكلف النمش وإيه؟ والكلف النمش والكلف هي ظاهرة بتحصل أو موضوع بيحصل مع الكل وخاصة الناس أصحاب البشر الحساسة اللي بتتأثر من أشياء الشمس والأطرق والأطربة والأدخنة والملوسات اللي موجودة في الجو المحيط بنا وبعض العادات الغذائية الخاطئة النمش والكلف ده بيظهر عند بعض الناس نتيجة للتعارض لأشياء الشمس بطريقة خاطئة أو في وقت غلط فبيسبب مظهور النمش اللي هو البقع البنية أو لشكلها مخالف للون الجلد بيظهر بقى بحالات معينة أو أواكن أماكن معينة ولكن أسواقه اللي هو بيظهر في منطقة الإيه؟ بشرة الواكن ده بيسبب مشكلة للبنات والبعض السيدات وبعض برضو بعض الشباب بيتأثر بالمسألة دين أنا بيأثر على شكله وده وجهك هو برأيتك يعني وده برأيتك في التعامل مع المجتمع فالإنسان بيحاول يهتم بمظهره ومش عيب ولا حرام أنت ما كنت تهتم بمظهرك يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمور كتير عن النظافة ونظافة الشخصية والاهتمام بالمظهر وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بمظهره ومش يعني يعني اللي يظهر بشكل طيب وهو طيب وهو جميل كمان في أمور بيهتم بها يعني يعني كان يطيب شعره سعم العطور طيبة كان دايما المسك كان يعني دايما باستمرار كل دي كانت مسائل تخلينا أن احنا نهتم بنفسنا وبصحة مرابط النهاردة بسيطة جدا ومش هتبقى فيها مشكلة وماش حدش هي صعب أن يوصل لها بتعتمد على عناصر بسيطة اللي هو جسط طيب اللي يجا دي جسط طيب دي عارفنا كلنا لأنه بتستعمل في الأكل وزيت اللوز الحلو زيت اللوز الحلو وكرر تاني اهو مش بقى حد يسألني يقول زيت اللوز حلو ولا مر زيت اللوز المر للتأشير وصحب جدا لتأشير البشر وهو مش جاي يعني هو مش من اللوز زيت اللوز المر مش زيت لوز هو زيت نوى المشمش ولكن تجاوزا علشان هو لما بيكسروا النوى بتاع المشمش وطلعوا الحبال اللي جوا فهي شباها باللوز فقال من الزمن فقالوا عليه زيت فيه لوز حلو اللي هو بتاع اللوز اللي بيأكل وفيه زيت اللوز المر زيت اللوز المر مش موضوعنا خالص ده خاص بالتأشير يبقى هنا البص الطيب زيت اللوز ماء الورد البقدونس طبعا كلنا عارفين البقدونس او المعدونس في بعض البلاد انا عارف الاسمين دول يبقى دي الخامات بتاعنا بنتعامل معا ازاي انا بجيب اربع حبات من جوز الطيب اربع حبات وبطحنهم بطحنهم كويس وخليهم مدرة زي كده اربع حبات ونلاحظ انها لو بتطحن حجمه وقال لي يعني انا لو بصيت هنا الاربع حبات حجمهم كبير فلكن هي عشان اتمنها مسامية من الداخل فالكمية قليلا اربع حبات بطحنهم كويس على قدر الامكان في المطحنة اخليهم نعم كل ما نعمتوا كل ما فيه فايدة كبيرة منهم وباضيفهم على كوب من زيت اللوز الحلو وبعد ما اضيفهم بتركهم فترة لا تقل عن اسبوع يعني بعد ما اضيف الاربع مطحون الاربع حبات جوز الطيب ليه كوب لكوب من زيت اللوز كوب كبير بحطهم في ازازة وياريت تكون ازازة لونها غامق او يعني اي اناء زجاجي يكون لونه غامق وبغطيها وبسيبها فترة ما تقلش عن اسبوع في خلال اسبوع ده بحاول ارجها كل يوم وبعد كده بطلع الزيت بتاعي اللي انا هستعمله الاستعمال كالقادي الاماكن المصابة او المناطق المصابة بدهنا مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع ملاش يوم بعد يوم او ملاش قصدي يوميا لانا ممكن تبقى ايه مرهقة شوي عشان اريح برضو البشرة اليوم اللي انا مش هدهن فيه يعني يوم بدهن الزيت الديهان اللي هو زيت اللوز مع قصة الطيب ده يوم ادهن قبل النوم وبصبر شوية وبسيبه واجه من غير غسيل لغاية الصبح اليوم بقى الوقت تاني اللي مفيش فيه دهان زيت اللوز بقصة الطيب انا بجيب اه حزمة بقدونس او معدونس وباغليها في كوب ماء اغليها قطعها واغليها واخد الماء الماغلي اغسل به المنطقة اللي هي مصابة بالنمش او الكلف يبقى يوم ميت مقدونس الماغلي بتاعها باغسل به ويوم الخلطة اللي هي زيت اللوز مع قصة الطيب طيب انا يعني اه اليوم اللي هو قبل اه ما احط اليوم اللي قبل يعني كنا احط فيه زيت اللوز ده مع قصة الطيب اه ممكن انضف البشرة قبلها بعد ما اعمل حماية وكل حاجة بجيب قطنة مبللة بماء الورد طبيعي وبامسح به المنطقة اللي انا احط على نفترض انا عندي نمش في المنطقة دي مسلا بجيب القطنة وبامسح بالراحة واسيبه الغاية لما يجف وبعد ما يجف باخد المخلوط بتاع اللي هو زيت اللوز مع جس الطيب وبنهن المنطقة واسيبها الغاية لما تنشف وانا مغسلهاش للصبح ده يفضل اه رجاء برضو ما نستعجلش في الموضوع ده ربما تسمعتم مني الكلمة دي في حلقة سابقة ده ده موضوع النمش وموضوع الكلف مدى ما نستعمل اي منتجات كيموية او اي هي ممكن تكون الحل بتاعها سريع او نقعد نوطيه بكريمات مصنعة وتأثر على البشرة وبتزود المشكلة لأ احنا نصبر شوية مع بعض ما نستعجلش النتيجة يعني يعني دي نتيجتها ما تظهرش اقل من عشر تيام او ممكن بعض الحالات لو هي لسه بدأ ممكن بتخلص في اسبوع لكن بعض الحالات ممكن تطول لاسبوعين واحيانا لتلاتة وممكن لغاية شهر فما نستعجلش المسألة وناخد الامور ببساطة وننفذ اللي موجود ما جيش حد يقول لي انا ملقتش زيت لوز حالو ممكن نحط زيت سمسم ممكن نحط زيت كزا لا المجربة زي ما انا قلتها لان اسمها مجربة يعني في ناس قبل بنا تجربها كتير وطبعا شي انا بدحك عليه يعني في بعض الناس بدخل ايه يسأل يا جماعة حد جرب مجربة دي اللي ملاجحت معه انت مالك مالكش ضعب غيرك ممكن تنجح معه ممكن ما تنجحش معك وممكن ما تنجحش معه وتنجح معك انت والله عاجبتك اعملها ما عاجبتكش متشغلتش بالك ومتنزلش حد يرد عليك انا ببقى زعلان عاوز اقول له او اقول لها ليه بتسأل انت مش واصق في كلامي متعملهاش لو انت مش واصق متعملهاش واصق توكل على الله وربنا هو الشافي لا دهيش فيك ولا زيت اللي هو زيح لك مشكلة ده هي من عند الله سبحانه وتعالى فهو توفيق من عند الله انت بتنوي وتوكل على الله وتتوكل على الله ونعمل الامر فملوش لازمة ان انا اقعد اسأل وادخل واحد يقول لي وملاش ان يدخل حد يعلق واخد بالكلام اللي داخل يقول اللي داخل يقول مش مسؤول يعني بدخل يتكلم انا بلاحز كتير تعليقات ملاش معنا ومبعيدة عن الصحة وبحزف بعض التعليقات للقطر ولا لا فرجاء خد المجربة اللي موجودة ونعملها وربنا وفقكم واتمنى يكون الحلقة عجبتكم ونستفد منها وإلى لقاء في حلقة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته